اشتركوا في القناة ثلاثة واربعة اعداد مكونة من رقمين هيا قوموا بتجهيز كتاب الرياضيات وقلم واستعدوا جيدا لنبدأ بالدرس معا هيا نتذكر معا عندما اقوم بجمع اكثر من عددين مكونين من رقمين بأي ترتيب فانني ابدأ بقراءة الاعداد اربعة وعشرون زائد ستة عشر زائد اربعة عشر زائد خمسة عشر عندما ابدأ بعملية الجمع فانني ابدأ من منزلة الاحد نقوم بتحديد منزلة الاحد في كل عدد فهذا العدد هنا اربعة وهنا لدينا ستة وهنا اربعة وهنا خمسة ومن ثم اقوم بالبحث عن اي طريقة تسهل علي عملية الجمع كأن ابحث عن حقيقة ضعف فاجمع اربعة زائد اربعة اربعة زائد اربعة يساوي ثمانية او ان اقوم بالبحث عن عددين يكونان لي عشرة كأن اقوم بجمع اربعة وستة واربعة زائد ستة يساوي عشرة ومن ثم اقوم بجمع العددين المتبقيين وهما اربعة وخمسة اربعة زائد خمسة يساوي تسعة قمنا بالعدد التصاعدي اصبح لدينا عشرة زائد تسعة نواة الجمع الاحد وعشرة زائد تسعة يساوي تسعة عشر الان هل ساقوم بكتابة تسعة عشر كاملة في منزلة الاحد احسنتم لا يجب ان اقوم باعادة تجميع عشرة من الاحد في صورة واحد من العشرات ومن ثم انتقل لجمع العشرات سنقوم بتحديد رقم العشرات في كل عدد هنا لدينا اثنان وهذا العدد واحد وهذا العدد واحد وهنا لدينا واحد ولا ننسى واحد من اعادة التجميع ونقوم بجمع العشرات واحد زائد اثنان يساوي ثلاثة زائد واحد يساوي اربعة زائد واحد يساوي خمسة زائد واحد يساوي ستة اصبح لدينا تسعة من الاحد وستة من العشرات اي ان ناتج الجمع يساوي تسعة وستون هيا نتدرب معا اجمع احوط الرقمين الذين بدأت بهما هيا نقوم بقراءة الاعداد معا ثمانية عشر زائد اثنى عشر زائد خمسة عشر يساوي وكما فعلنا في المثال السابق نبدأ بالجمع من منزلة الاحد حيث لدينا هنا ثمانية والعدد الآخر هنا اثنان وهنا خمسة هيا فكروا قليلا بأي الاعداد سأبدأ احسنتم ثمانية واثنان لماذا؟ احسنتم لانهما يكونان للعدد عشرة اذا ساقوم بجمع ثمانية زائد اثنان ويساوي عشرة بقي لنا ان نجمع العدد المتبقي وهو خمسة ساقوم بجمع عشرة زائد خمسة ويساوي خمسة عشر الان هل ساكتب خمسة عشر كاملة في منزلة الاحد؟ احسنتم ساحتاج الى ان اقوم بعدد تجميع عشرة من الاحد في صورة واحد من العشرات الان ساقوم بجمع العشرات لدينا هنا واحد من العشرات وفي العدد الثاني ايضا واحد من العشرات والعدد الثالث واحد من العشرات ولا ننسى واحد من اعادة التجميع أبدأ بجمعهما كاملة 1 زائد 1 2 زائد 1 يساوي 3 زائد 1 يساوي 4 إذن أصبح لدينا 5 من الآحد وأربعة من العشرات أي أن ناتج الجمع يساوي 45 هيا لنتدرب معا أجمع أحوط الرقمين الذين بدأت بهما سنقوم بقراءة الأعداد الموجودة لدينا هنا 14 زائد 35 زائد 24 سنبدأ بالجمع من منزلة الآحد فلدينا هنا 4 من الآحد وهنا 5 من الآحد وهنا 4 من الآحد هيا فكروا قليلا بأي الأعداد سأبدأ أحسنتم سأبدأ بالعدد 4 والعدد 4 لماذا؟ أحسنتم لأنهما يمثلان لي حقيقة ضعف إذن سأبدأ بجمع 4 زائد 4 والناتج 8 بقي لنا أن نجمع العدد المتبقي وهو 5 سنقوم بجمع 8 زائد 5 والناتج يساوي 13 الآن سأقوم بعادة تجميع 10 من الآحد إلى 1 من العشرات وأجمع العشرات حيث لدينا هنا 1 من العشرات في العدد الأول و3 من العشرات في العدد الثاني و2 من العشرات في العدد الثالث ولا ننسى 1 من إعادة التجميع سنبدأ بالجمع 1 زائد 1 يساوي 2 زائد 3 يساوي 5 زائد 2 يساوي 7 أصبح لدينا 3 من الآحد و7 من العشرات أي أن الناتج 73 هيا نتدرب ونأخذ مثالا آخر أجمع أحوط الرقمين الذين بدأت بهما هنا لدينا 4 من الأعداد سأقوم بجمعهما هيا نقرأ الأعداد 13 زائد 26 زائد 24 زائد 12 وكما فعلنا سابقا نبدأ بالجمع من منزلة الآحد نقوم بتحديد رقم الآحد في كل عدد هنا لدينا 3 وهنا لدينا 6 وهنا لدينا 4 وهنا لدينا 2 من الآحد هيا نفكر قليلا بأي الأعداد سأبدأ بالجمع أحسنتم سأبدأ بـ 6 و 4 لأنهما يكونان لي 10 إذن سأجمع 6 زائد 4 يساوي 10 الآن سأنتقل إلى جمع العددين المتبقيين وهما 3 و 2 وأجمع 3 زائد 2 يساوي 5 الآن سأقوم بجمع ناتج جملتي الجمع 10 و 5 إذن سأجمع 10 زائد 5 و يساوي 15 أيضا سأحتاج لأن أقوم بعملية إعادة التجميع سأقوم بتجميع 10 من الآحد مع 1 من العشرات الآن سأبدأ بجمع العشرات لدينا هنا 1 من العشرات في العدد الأول و 2 من العشرات في العدد الثاني و 2 من العشرات للعدد الثالث و 1 من العشرات للعدد الرابع ولا ننسى 1 من إعادة التجميع نبدأ بالجمع 1 زائد 1 يساوي 2 زائد 2 يساوي 4 زائد 2 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7 أصبح لدينا 5 من الآحد و 7 من العشرات أي أن الناتج 75 لنتدرب أيضا على مثال آخر أجمع أحوط الرقمين الذين بدأت بهما هيا نقوم بقراءة الأعداد 53 زائد 19 زائد 22 و نبدأ من منزلة الآحد حيث لدينا في العدد الأول 3 من الآحد و العدد الثاني 9 من الآحد و العدد الثالث 2 من الآحد فكروا قليلا بأي الأعداد سأبدأ هل هناك عددان يمثلان لي حقيقة ضعف؟ أحسنتم لا يوجد عدد أي عددين يمثلان لي حقيقة ضعف هل يوجد أي عددين يمكنني أن أجمعهما لتكوين عشرة؟ أحسنتم أيضا لا يوجد إذن ماذا أفعل؟ أحسنتم سأقوم بالجمع بأي ترتيب سأبدأ من العدد 3 و العدد 9 وأجمع 3 زائد 9 وأقوم بالعد صاعدا و يكون الناتج 12 نبدأ نقوم بجمع العدد 2 إلى ناتج جملة الجمع نجمع 2 زائد 12 و يساوي 14 بقي أن نجمع العدد 2 سنجمعه إلى ناتج جملة الجمع أي سأجمع 12 زائد 2 ويكون الناتج 14 الآن سأقوم بإعادة تجميع العشرات هنا لدينا 10 من الأحد سأقوم بإعادة تجميعها إلى 1 من العشرات حيث لدينا 5 من العشرات للعدد الأول 1 من العشرات للعدد الثاني و2 من العشرات للعدد الثالث ولا ننسى 1 من العشرات من إعادة التجميع سنبدأ بالجمع 1 زائد 5 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7 زائد 2 يساوي 9 أصبح لدينا 4 من الأحد وتسعة من العشرات أي أن الناتج 94 والآن حان دورك عزيز الطالب لتتدرب على الحل قم بفتح الكتاب صفحة رقم 191 وقم بحل تدريبات رقم 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الصفحة قم بإيقاف الفيديو قليلا وحل السؤال ومن ثم عد إلى الفيديو لتتأكد معي من صحة حلك الآن هيا بنا نتأكد من صحة الحل لدينا هنا مجموعة من الأعداد سأقوم بجمعها 21 زائد 10 زائد 24 زائد 34 سأبحث عن حقيقة ضعف يا ترى أي هذه الأعداد تمثل لي حقيقة ضعف؟ أحسنتم سأبدأ بجمع 4 و 4 4 زائد 4 يساوي 8 وأقوم بجمع العددين الآخرين وهما 1 زائد 0 والناتج 1 والآن سأقوم بجمع نواة الجملتي الجمع 8 زائد 1 والناتج يساوي 9 وأقوم بكتابة 9 في منزلة الآحات وهنا لا نحتاج لعملية إعادة التجميع تهينا من الآحات وننتقل إلى منزلة العشرات سنقوم بجمع 2 زائد 1 يساوي 3 زائد 2 يساوي 5 زائد 3 يساوي 8 والناتج هو 89 هنا لدينا ثلاثة من الأعداد نقرأها سويا 12 زائد 17 زائد 24 نبدأ بجمع الآحات أعد صاعدا لأنه لا يوجد لدينا هنا أي حقيقة ضعف أو أي عددين يكونان لي عشرة سأقوم بجمع 7 زائد 2 7 زائد 2 يساوي 9 بقي لنا أن نجمع العدد 4 سنقوم بجمع 9 زائد 4 والناتج يساوي 13 سأقوم بإعادة التجميع واحد من العشرات إلى منزلة العشرات ونجمع العشرات واحد زائد واحد يساوي 2 زائد واحد يساوي 3 زائد 2 يساوي 5 والناتج هو 53 ننتقل إلى السؤال الذي بعده الآن سأقوم بتكوين عشرة هيا نقرأ الأعداد 15 زائد 28 زائد 22 أبدأ من منزلة الآحات وأبحث عن أي رقمين يكونان لي العدد عشرة أحسنتم لدينا هنا ثمانية واثنان وأبدأ بجمع 8 زائد 2 يساوي 10 وأقوم بجمع العدد المتبقي وهو 5 10 زائد 5 ويكون الناتج 15 الآن سأقوم بعادة تجميع واحد عشرة من الآحات في صورة واحد من العشرات وأبدأ بالجمع واحد زائد واحد يساوي 2 زائد 2 يساوي 4 زائد 2 يساوي 6 والناتج هو 65 ننتقل إلى هذا التدريب 26 زائد 22 زائد 36 أختار طريقة للجمع هيا فكروا قليلاً ماذا سأختار؟ أحسنتم سأقوم باختيار العدد 6 والعدد 6 لأنهما يمثلان لحقيقة ضعف إذن سأقوم بجمع 6 زائد 6 يساوي 12 نقوم بجمع الاثنان إلى ناتج الجمع أي سأجمع 12 زائد 2 والناتج يساوي 14 الآن سأقوم بعادة تجميع 10 من الآحات إلى 1 من العشرات وأجمع العشرات 1 زائد 2 يساوي 3 زائد 2 يساوي 5 زائد 3 يساوي 8 والناتج هو 84 الآن عليك عزيز الطالب أن تنتقل لحل الواجب التالي قوموا بفتح الكتاب صفحة رقم 189 وحلوا تدريبات رقم 19 و11 بمفردكم قوموا بحل الواجب ومتابعته مع معلمتكم هيا نتذكر ماذا تعلمنا اليوم تعلمنا إيجاد ناتج جمع 3 وأربعة أعداد مكونة من رقمين درسنا لهذا اليوم قد انتهى أتمنى أن ألقاكم في درس جديد ممتع ومفيد من دروس الرياضيات وإلى اللقاء اشتركوا في القناة